في بيانه الانتخابية الصادر اليوم أكد المترشح للانتخابات الرئاسية 24 و2000 قيس سعيد على إعادة المرافق العمومية إلى سالف نشاطها ورفع تحدي تطهير البلاد أكد المترشح للانتخابات الرئاسية 24 و2000 قيس سعيد أنه لن يتردد في إعادة المرافق العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والتنقل والضمان الاجتماعي وغيرها إلى سالف إشعاعها بعد أن تم ضربها على مدى عقود الوحدة والأخرى بهدف الإجهاز الكامل عليها معتبرا أنه آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعية وقال سعيد في بيانه الانتخابية الصادر اليوم عن فريق حملته الانتخابية أن التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي وأنه لن يتم التراجع أبدا عن رفع تحدي تطهير البلاد وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومأتها ومهما كان مرتكبها وتابع قوله إنه من بين التحديات الماثلة الحق في الشغل بمقابل مجز وعادل إلى جانب تحقيق الاستقرار في العمل والكف عن الاتجار بالحقوق الطبيعية لكل إنسان في حياة كريمة مؤكدا أنه لن يتم القبول بأنصاف الحلول وأنه سيقع التعويل في المقام الأول على الإمكانيات الذاتية لا سيما وأن البلاد تسخر بالخيرات وتعجب الثروات وعن إجراءات الخمس والعشرين من جويل 21 و2000 أوضح سعيد أن الهاجس الأكبر من وراء اتخاذها كان الحفاظ على السلم داخل المجتمع قائلا إن كل خطوة تم اتخاذها كانت خطوة في حقل مليء بالألغام فضلا عن اكتشاف ارتباط العديد من الدوائر الإجرامية في الداخل بمثيلاتها في الخارج مشيرا إلى أنه قد يأتي يوم تذكر فيه تفاصيل كثيرة عن المغلطات وكل أوجه العمال وشتى الخيانات وأضف أنه أمام سلب الثروات واستشراء الفساد وتهريب الأموال والإرهاب والاختيالات والتسلل إلى كل مفاصل الدولة بهدف تقسيمها كان لابد من اتخاذ القرار التاريخي لإنقاذ الدولة والاستجابة لمطالب المواطني لحقهم في حياة كريمة تحفظ حقوقهم وحرياتهم والدخول يدا واحدة في معركة تحرير وطنية لا رجوع بعدها إلى الوراء فكان يوم الخامس والعشرين من جويل 21 والفين وعن تحركات من وصفهم بالأبواق المسعورة المأجورة قال سعيد إنهم يتباكون على الحرية والديمقراطية في حين أنهم يتظاهرون كل يوم تحت حماية الأمنة ومن المفارقات أن الذين كانوا يتبدلون تهم اجتمعوا في نفس هذه المظاهرات ويذرفون دموع الكاذبة على الديمقراطية على صعيد آخر أكد قيس سعيد أن الواجب المقدس يقتضي أن تبقى المواقف ثابتة راسخة في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني ولوقوف دون شرط أو قيد إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقه المشروع كاملا في قامة دولته المستقلة إضافة إلى استحضار شهداء تونس الأبرار الذين قضوا من أجل الاستقلال ومن أجل الحرية والشغل والكرامة الوطنية وكذلك استحضار بطولات القوات المسلحة العسكرية والأمنية والدوانة التي واجهت بالحديد والنار كل أنواع الجرائم وفي توفير الرعاية لهم إن كانوا على قيد الحياة وإلى ذويهم إن كتبت لهم الشهدة ودعا أبناء الشعب إلى الاختيار بكل حرية لمواصلة مسيرة النضال والكفاح من أجل تحرير الكامل للوطن وتحقيق مسيرة البناء والتشييد تشييد مختاره وأراده الشعب